موضوع الخلاص هو في غاية الأهمية وهذا هو ملخص الإنجيل هذا الكتاب بالعهد الجديد هو كتاب الإنجيل المدون في رسالة الإنجيل لكن الإنجيل الخبر الصار هو رسالة ولكي نفهم هذه الرسالة ألخصها بخمس نقاط أساسية الخلاص لا يبدأ في العهد الجديد ولا يبدأ حتى في الجنة قصة الله والإنسان تبدأ في فكر الله منذ الأزل صح فإذا حتى نفهم موضوع الخلاص لذلك نفهم ماذا كان في فكر الله وماذا كان في مخططه الله قدوس الله بار الله طاهر بالكامل ليس في ظلمة ولا خطية البتة فالله خلق الإنسان على صورته ومثاله وكانت إرادة الله أن الإنسان في حياته على الأرض يعكس صفات الله خاصة ولم نقول على صورته ومثاله ماذا نقصد تسمع أجوبها عديدة أكيد لا يشبهنا جسديا لكن كل مرة أكلم في الكتاب عن خلق الله لنا على صورته ومثاله أضاف كلمة وقال الله نعم الإنسان على صورتنا كشباهنا فيتسلطون إذن الله خلق الإنسان ليكون الإنسان يشبه الله بصفاته وميزاته خاصة لجهة أموره الخلقية الله عادل الله طاهر الله بار الله قدوس الله يكره الخطية الله حق ليس فيه ظلام ولا ظلمة وأراد الإنسان يكون مثله لكي يتسلط وهذه كلمة مفتحية أراد الله للإنسان أنه يتصرف مع أولاده ومع عائلته مع الخليقة مع الكون كما لو كان الله سيتصرف لأنه كان معكم تاج الخليقة تماما بمسؤولية ببر بطهارة بقداسة بمحبة باعتناء فلما كسر الإنسان هذه الصورة التي فيه بفعل الخطية تشوه الإنسان من الداخل وأول ردة فعل كانت عنده أنه خاف من الله فاختبأ ثاني ردة فعل عنده تدأ يتهم شريكه هي أعطتني وخربت الحياة من حوله شوكا وحسكا تنبت لك فإذن الله قدوس وطاهر في ذهني أن يخلق الإنسان لكي يمثله على الأرض الإنسان أخطأ وأجرة الخطية موت كان لابد أن يكون هناك فداء هذه البديل والفداء مرتبطة في بعض البعض كلمة فداء كانت تستخدم في تلك الأيام لشراء عبد لو أخي مثلا أو ابني استدان فلوس ما يدري ردها يأخذ المدين كعبد فأنا ومن يحب نجمع فلوس مثلا وندفع لهذا المدين بدل شراء بدفع الثمن شراء بدفع الثمن فداء ندفع عنه فيطلق حر لأن هناك من دفع الثمن وهذا ما عمله المسيح من أجل حسبه وكأنه هو الخطية صار هو خطية لأجلنا ليعطينا بره وخلاصه كيف نقبل هذا الخلاص هو بالتوبة والإيمان إذن أن نلخصها بكلمة وحدة نقول بالإيمان لكن هذا الإيمان في عدة عناصر لأن الإيمان بحد ذاته قد يكون ميت إيمان الثقة والمعرفة أنا أعرف أنا أعرف الله أنا أعرف الإنجيل أنا أعرف عن السماء أعرف عن الخلاص لكن ما بعيش وما أختبره هذا إيمان ميت مثل إيمان الشاطين تعرف أكثر مني ومنك عن الله لكن لا تطيع فإذا ضمن هذا الإيمان لهذا هو التسليم لنعمة الله لفداء المسيح والخلاصي التسليم له والثقة به وطرح كل همومنا وخطيانا عليه طالبين غفرانه فيه توبة لأنه من يؤمن بدون توبة عن خطيانه لأن المسيح عندما يقول أتى لو يخلصنا من خطيانه لا لكي يخلصنا في خطيانه في ناس يقولوا إيه أنا الله خلصني باستمر بخطياني لأنصار بيغفر لي هذا لم يعرف المسيح ولا اقترب منه ولا اختبر المسيح ما هو يجي يخلصنا من شوه لكي يخلص شعبه من خطيانهم فيأخذ مننا هذه الطبيعة الفاسدة الموثوقة المكبلة بالخطي يعطينا طبيعة جديدة هذا لا يعني أننا لا نخطئ فيما بعد لكن الخطيئة لن تسودكم بقول بولوس الرسول فحين نؤمن بالمسيح تصير لنا الحياة الأبدية ودعني هنا بس أضيف كلمة بعد عموما مفهومنا كبشر بيوصل لباب السماء وتقريبا وبيوقف هناك عند بعض الأديان الأخرى يعرفون أشياء كثيرة عن الجنة لكن هذه ليست سماء الكتاب المقدس هناك جنات موجودة فقط في فكر الناس ومعتقداتها من ربما ملاهي ومتع وملذات وأكل وشرب كل ما يمتع الإنسان هنا وهو محروم منه فقال أنه هناك ستكون مؤمنة له بوفر أو بـ هذه السماء ليست غريبة عن سماء المسيح وسماء الكتاب المقدس أما بالنسبة للمسيحيين إذا بتقول له ليش المسيح خلصك بيقول لك شغلتين لا يخلصني من الموت والجهنم ويعطويني حياة أبدية الحياة الأبدية نقف عندما تخلها في تصورنا البعض بظنوا في بطرس أو ملاك نعرف أن الرب يسوع المسيح لما استفانوس كان عم بيموت نعرف أنه استفانوس رأى المسيح قام وقف عنين قبل استقباله وندخل بعدين شو بنعمل هناك أمرين شوارع ذهب وترنيم كل الأبدية أحدهم قال مثل بالإنجليزي معروف بيستعملوا الناس بيستهزاء وأنا برأيي هو ليس مضحك أبدا أنه أفضل أن أكون أفضل أن يكون فرحان بجهنم على أن يكون بحالة ملل ففكر الناس أنه أنا أبدا أن أبدا أن أرتل أو أصلي أو راكع أولا الركوع والسجود والعبادة هو أمر ملذ ثانيا هذا جزء صغير من ما سنعمله في السماء وهذا ما سنتأمل به اليوم أكيد أكيد بس أنا إذا بعد إذنك أنت ذكرت خمس مراحل للخلاص إذا ممكن بس تتعيدهم لأننا نعاوز أركز على هذه النقطة على أساس الدخول إلى السماء ولو بكلمات بسيطة إذا سمحت أولا فكر الله ومخطط الله لخلقنا نبدأ من هناك ماذا يريد الله ثانيا الإنسان عجزة كسر كماله باختيار الخطية والعصيان بدل الله ثالثا النعمة ظهرت بالفداء وموت المسيح وقيامته رابعا نقبله بالإيمان خامسا نرجع إلى الصورة الأساسية حين ندخل إلى الحياة الأبدية ونقضي الأبدية مع الرب اشتركوا في القناة